هناك شهيد وإصابة هي في حالة الخطر أيضا الإصابة ويمكن أن يستشهد في أي لحظات كان هناك استهداف لمواطنين في منطقة العطاطرة في منطقة بيت لاهية شمال قطاع غزة دون السابق إنذار تم استهدافهم من قبل الجيش ونتج عن هذا الاستهداف شهيد ومصاب وبذلك ترتفع عدد الشهداء والإصابات داخل قطاع غزة ويعني الصحة قبل قليل أعلنت عن أن هناك 230 شهيدا ويبدو أنها الآن ترتفع إلى 231 شهيدا ومن بين هؤلاء الشهداء نريد التأكيد دائما أن العدد الأكبر من هذه الاستهدافات هو يطال الأطفال ويطال النساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا